في حامة الرئيس لما قاعد في حفل الفطار الأسرة مصرية هو قال وهو الحقيقة هو قائد بيؤمر وبلين يعني هو بيقول بس بلين المرة دي مش هيبقى فيه لين أنا بتهيأ لي يعني لأنه الموضوع ما يحتملش أي تهيون وخليني يقول لك برضو يوسف بيه حاجة مهمة جداً إن أنا شايف إن ده توقيت رهيب يعني النهاردة عندك سانكشنز في روسيا عقوبات عقوبات دي هي بتنقل مصانع من روسيا لحتى التاني صحيح عندك عرفنا يعني التركزات كلها في العالم شكلية شفنا أوروبا وهي أضعف من ما كنا نتخيل شفنا أفريقيا وهي أجمد من ما ممكن نتخيل عندنا كم من الحاجات اللي هي إحنا بنقود نقول المصر عندها مصر عندها بوتانشل هي فعلاً عندها هي حقيقة عندها أكبر مما كنا نتخيل برد أكبر مما كنا نتخيل ويمكن إحنا يعني ممسكناهاش لمناه كده تحت الماكرو ده اللي أنا بقول عليه علشان نقدر نروح شايفين الماكرو إحنا كل واحد وكل جهة بتحسب نفسها بتدي نفسها ويمكن حياتك معاه في مجلس النواف فأنت شايف الموازنات بتيجي كل واحد كده منظومة وبالتالي لما سؤل النهاردة في إعادة هيكلة لل رئيس الوزراء يعني دولة رئيس الوزراء قال إن 30% بس محتاجينه علشان يدير هذه من هيكل الموظف في الدولة مش معنا كده على فكرة إن 70% دول ما لهمش لازم ممكن يعادوا تأهلهم وممكن يروحوا في حتة تانية مش معناها هم يروحوا البيت علشان مردو محدش يلعب على هذا الوطن دايماً بيبقى فيه فكر إن أنا لما أقول كده يبقى أنا معناها لازم لو إحنا الاقتصاد بتاعنا وإحنا اقتصادنا ما هواش مركز على حاجة معينة مش زي الدول اللي هي فقط سياحة ولا فقط فترول ولا فقط لا إحنا عندنا الصراحة يعني يعني دايفورسيتي مش يعني في تنوع تنوع يعني في كل المجالات والقوة البشرية عندنا يجب أن تستخدم أحسن مما إحنا ويمكن أكتر حاجة أنا أنا بصفة شخصية يعني عجباني إن إحنا مركزين على الشباب الشباب هو ده هو ده